من الدولة بشأن الأوضاع في إقليم تقرأه الدكتور وركنقابيو يجري محادثات مع مدير العمل قوات الإحتياطي لشرق إفريقيا مشاهدين الكرام صدى الله وقاتكم هذه نشرة إخبارية أقدمها لكم مصطفى يونس من هيئة لذاوى التلفزيون الإثيوبيا وإليكم بتفاصيل النشرة تم وضو حجر الأساس لساحة وتمثالي باسم الفنان الإثيوبيا الشهير طلاه قساساً راحل تخليداً لذكر الفنان الذي لم يدخر جهده الفنية في دعم بلاده والتعبير عن ثقافته من خلال أغانيه الوطنية المؤثرة ودعت رئيسة الجمهورية سائل وركزوري التي حضرت حفلاً موسيقياً نذّم لذكرى طلاه قساساً تحت شعار أبارك واقفاً دعت جميع الإثيوبيين إلى العمل الجاد من أجل رؤية إثيوبيا التي كان يحلم بها وغنى لها طلاه قساساً وعلى صفحتي في الفيسبوك شكر رئيس الوزرابي أحمد الجهاد التي نظم تحفل ذكر طلاه في حديقة سدايقة شكر وقال إن كل من ساهم في ثمانين مليون دولار تم جمعه ترك بصمة لا تمحى في تنمية إثيوبيا من جانبها قالت نائبة عمدة مدينة الديس أبابا دانت شابابا إن ودع حجر الأساس للساحة والتمثال باسم الفنان سيجعله حياً وتبرع تائلة طلاه وأصدقاؤه بألبوم طلاه الجديد لبرنامج مائدة الوطن ويذكر أن 5% من أعدات الحفل سيتم تحويلها إلى دعم نازحين في مناطق مختلفة من البلاد استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيا سيد دمكا مكونن في مكتبي في العاصمة وأجرى مناقشات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي كويسي المنتهي مدة عمله في إثيوبيا وفي هذه المناسبة شكر سيد دمكا ديبلوماس الغاني على فترة عمله المثمرة وقيادته لبرنامج جدير بالثنائي في المفوضية وناقش الجانبان العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين غانا وإثيوبيا والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وانتهز نائب رئيس الوزراء الفرصة لدعوة الدول الافريقية للالتقاء بموجب ميثاق الاتحاد الافريقي والعمل من أجل الرخاء شعوبها ومن جانبي قال نائب رئيس المفوضية المنتهية ولايته إنه لشرف كبير أن يعمل في إثيوبيا كسفير لغانا لدى إثيوبيا قبل أن يصبح نائب رئيس المفوضية وعارب كويسي عن شكره وتقديره لدعم حكومة إثيوبيا خلال إقامته كنائب لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي تم الاحتفال بيوم النصري الثالث والاربعين لانتصارات معركة كارامرا في حديقة الصداقة الإثيوبية الكوبية وتجمع أفراد القوات المسلعة والمحاربون القدامة وصفيرة جمهورية كوبا وسكان الديسابابا لإحياء ذكر الانتصار وقال المشاركون في الاحتفال أنه يجب أن يحظى انتصار كارامرا بالاحترام والتقدير الواجبين لأن الإثيوبيين وقفوا معا وأظهروا حبهم لوطنهم في هذا اليوم التاريخي أجرى وفد من جمهورية كونغو الديمقراطية محادثات مع وزارة المياه والري والطاقة حول موضوع المحادثات الثلاثية حول سد النهضة عقد الاجتماع في مكتب وزارة المياه والري والطاقة بحضور أعداء الوفد بمن فيهم الدكتور سلاشي بكلة وكبار المسؤولين في سد النهضة الإثيوبي الكبير وناقش الوضع الحالي والمفاوضات الثلاثية وقال الوزير الإثيوبي إن إثيوبيا ستعمل من أجل تحقيق المنفع المتبادلة وإيجاد حل فيما يتعلق بالمفاوضات بالتعاون مع جمهورية كونغو الديمقراطية والجدير بالذكر فإن رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية هو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا اليوم عن تمديد تسجيل المرشحين حتى التاسي مارس 2021 لأسباب مختلفة وصرح المجلس أن إدارة مدينة الديسابابا ودريدوا وأقاليم روميا وهرر وغامبيلا وبين شانغو القموز أكمل التسجيل المرشحين أمس وقد عقد مجلس الإدارة حتى الآن ثلاثة اجتماعات استشارية مع قادة وممثل الأحزاب حول عملية التسجيل وكان من المفترض أن تنتهي عملية التسجيل اليوم الخامس مارس عام 2021 وفقا للإطار الزمن الذي علنه المجلس وقد حث المجلس والأحزاب على الانتهاء من تسجيل مرشحها في غدون الإطار الزمن المحدد اعتردت روسيا والصين على تدخل مجلس الأمن الدولي بشأن العوداء في إقليم تيجري شمالي إثيوبيا حيث قالت إن ما يجري هناك هو شأن داخلي ما أفضى إلى إنهاء الاجتماع دون صدور بيان ودون أي توافق بين عداء مجلس الأمن 15 وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس جلسة مغلقة لبحث الأوضاء في إقليم تيجري حث حيث عقدت الجلسة بطلب من أيرلندا وعليه عارضت الصين والعداء لفارقة في المجلس ومنذ بدي الجيش الإثيوبي عملية انفاذ القانون في تيجري في مطلع نوفمبر المادي عقد مجلس الأمن أربع اجتماعات بشأن هذه القضية التي تنذر إليها الدول الإفريقية الأعداء في المجلس على أنها شأن الإثيوبي داخلي اشترى بنكو نبو انترناشنال سندات مالية بقيمة 15 مليون بر لدعم سد الناغضة الإثيوبي الكبير وقال رئيس البنك جننا رقع إن البنك يقوم بالكثير من العمل في الوفاة بمسؤوليته الاجتماعية وقال إن شراء البنك الأخير لسندات بقيمة 15 مليون بر سيساعد في إكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير وقال إن بنك نيب سيواصل التركيز على مشاركته في دعم سد النهضة والمشاريع الوطنية الأخرى بالإدافة للمسؤوليته إلى المسؤولية الاجتماعية دعت روسيا والولايات المتحدة للمتنعين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وعارضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاكاروفا جهود وزارة الخارجية الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد كما دعت إلى وقف محاولتها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ليس فقط بالقول ولكن أيضا بالفعل وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاكاروفا إن قرار وزارة الخارجية لم يأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن جهود إنفاذ القانون في إثيوبيا والوضع الحالي لإعادة عمار تيجري شؤون داخلية وليست خارجية التقى السفير في الصمارقة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بسفراء الدول العداف في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد في واشنطن العاصمة وفقا للسفير ركزت المناقشة التي أجريت عبر الإنترنت على المصالح والفوائد المشتركة وقال السفير في الصمارقة إنه سيتم التركيز على صبل حل المشاكل المشتركة وحماية المصالح المتبادلة في المنطقة التقى رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد الدكتور وركنة جبيو مع العميدي جيتاتشو شفراء المدير العام لقوات الاحتياط لشرق إفريقيا وخلال المناقشة ذكر الدكتور وركنة بأنه تم بحث صبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة كما ناقش الجانبان حول بناء القدرات والتفاوض والوساطة بالإدافة إلى صبل العمل مع المنع النزاعات وقال إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وقوة الاحتياط لشرق إفريقيا ستوقعان مذكرة تفاهم قريبا وإن قوات الاحتياط لشرق إفريقيا هي مؤسسة تعمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة روسيا والسين تعترض على تدخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاء في إقليم تيجراي الدكتور وركنة جابيو يجري محادثات مع المدير العام لقوات الاحتياط لشرق إفريقيا مشاهدين الكرام بهذا نصل للقطاب هذه النشرة التي قدمناها لكم من هيئة اللذاء التلفزيون